يستأنف الطيران العمني ابتداء من شهر أكتوبر القادم تشغيل رحلاته إلى ثلاث وجهات موسمية بين مسقط وكل من زيوريخ والمالديف وموسكو خلال فصل الشتاء يأتي ذلك في إطار توفير الخيارات الوسعة لضيوف الطيران العمني من مسقط إلى أكثر من أربعين وجهة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية وإفريقيا والشرق الأوسط كما يقوم الطيران العمني حاليا بدراسة إمكانية زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الأكثر شعبية حول العالم